واحد لما يترفض يعمل ايه اشتغل على نفسه يعني انا مثلا عريس جايلي فتقدم لي فتكلم على رفض الجواز ولا رفض المجتمع لا رفض المجتمع ايه رفض المجتمع ده لازم الشخصية تبقى قويلة بكلم على رفض الجواز لان ده بيبقى بتوجع اكتر لما تكون جايب اهلي وعاديين ومامته مثلا تقول ان انا مش عجبها او بابا يقول ان انا مش عجبها منشتغل على نفسنا ازاي اول حاجة انت ما تشوفش العب فيك خالص يعني انت خليك عندك تسقطك بنفسك عليه قوي طول الوقت مهما كان الاراء اللي حواليك ما تهزكش مش كل الناس هتقبل يعني خلاني متفقين ان مش كل الناس عندها قدرة على التقبل وانها تفهم الشخص اللي اصاده من مضمونه لان يعني ما زي شخصية منال منال ما شاء الله شخصية قوية جدا تجنن قدرت تتحدى وعلى فرقه هي ممرضش بازمة واحدة هي ممرض بازمات كتير متتالية تغيير في حياتها بشكل جزري كل ده هي قدرت تقف ولما تسمع التقرير لأ شخصية نجحة جدا وقوية جدا وسقطة بنفسها عالية لان اللي اتحرق لبرة مش لجوه انا من جوه زي منا بس هو اللبرة ده ما بيأثرش على الجوه لا طبعا هو الشكل المهم بيأثر وخصوصا لو تم رفضه من الحالي يعني انا بحس دايما كده ان انت ايه كأنك مرفضني فانت مش قادر تشوف الحلو اللي فيه يعني لو حد طلعا مثلا لو حد بقولك على التلفزيون فده ده الانطفق اوسع فاناس كلها تقول الموزيع دي شكلها مش حلو موزيع دي شكلها مش حلو واحد بيتأثر فعلا وبيجراله حاجة او كده بصي حسب سقطت بنفسك انت السقة بنفسي هي اللي بتفرد يعني انا عارف فعلا موزيعات ممكن تبقى حوامل يا حرام تتحلف ما يطلع على التلفزيون غير لما تخلح معني دي حاجة طبعية يعني بس محتاجة ايه تحرجي منها بصي وحشت بصي ما تمنخرها قديه بصي ما يتعاملها ازاي والله العظيم نفضلوا عاديين في البيت يا حرام لحد ما تولد وتخلف وتنزل الوزن الزيادة وتعمل عمليات وتتعم وفي الاخر تنزلوكو ليه؟ هي الفكرة ان الناس ما بتسكب ما بتسيبش حد يعني قصة جوحة على سبيل المثال لو بتتعرفيش ما بيرضوش كنتي جد وقوية هبقى فيه سخرية كنتي فيك يعيب هبقى فيه سخرية هي الناس كده بنعمل احنا ايه بقى؟ سقط بالنفس بنجيبها منين بقى ثقاتنا نفسي بنجيبها من صفاتك انت الجواكي من انجازاتك من الحاجات اللي انت حققتيها من رضاكي عن نفسك ما هبصي ايه اللي بيهز خطيب نفسي ان انا قريدي شايف ان دي عيوب او بصل غيري مش مركزة غير في قوت غيري او في رزق غيري بالزبط بس الاكتر ان انا شايف عيوبي يعني انت بتتكلم مثلا لو انا تخنت شوية لو انا تخنت شوية وانزلت لو انا مش شايفة ده لو انا مش شايفة ومش مقصر فيها لو ميت عين بصل يومين ثلاثة يا جماعة وهنرجع تاني لا ايدي لو مش مركزة فيه لو انا هتفرق معاك اقولك الحاجة يا سيلي عيوبنا تركزنا عليها هي اللي بيخلينا نشوف عيون الناس بصلها يعني الفهم عصدي انا لو انا مش شايفة العيب اللي عندي ده ومشي منتصق ومش فرق معايا حتى لو كتير قالوا هولي حتى لو كتير قالوا هولي شخصت القوية جدا ليه كده شخص القوية اللي كده لان انا شايفة واثقة من نفسي شايفة ان انا بعمله عارفة انجازاتي ايه راضي عن نفسي متقبلة ذاتي انت مش قابلني دي حاجة تخصك اروح اتعلم ثقافة الاختلاف والتقبل وتعال اتعامل معايا طيب لا انت لازم تكسري شوية عشان تعرفي تتجوزي وليه اللي ارتباط الجواز منك اعرف نفسي اعرف ايه كسرة النفس او انت لازم تبقي اهدى شوية عشان تعرفي تتجوزي او لازم عشان يتقبلوك يا زي حتى ما منال بتقول مهما شايفه الجوانا يبقى هو شايف القشرة كل واحد مننا بيبغزبنا عنه عامل هالة لنفسه في المجتمع انه مثلا عشان حد محدش يقرب له فهو ممكن يكون بيأتاك او بيهجم الاول او ممكن يكون مباين انه شخصية قوي جدا او ما تهزرش معايا او ما تقربش حد تاني يعمل انه ضعيف ومستكين عشان ما حالش يقرب له فانا في حالي الناس بقى اللي بتشوفنا من جوانا درنا بقى قصدي عليه ويرجعوا يتكلموا علينا مع اللي ما شافوهوش ده ايوه دول بقى يمفروض نعملهم معتبار اصلا لا لا تزعل عليه انت اعرف اتعامل مع الشخص اللي بيقدرك التقدير شيء مهم جدا يعني انت تقدرت من حد اتعامل معاه بطبيعتك بقى يعني يعيش براحتك معاه شخص ما قدركش ما تقبلكش حط عيوبك قبل مميزاتك لا ده شخص مؤذي يعني هتسادينا هتسادينا هتسادينا